فقدت الورقة الشعبية وباتت مجردة من أي سند شعبي حتى ولو جزئيا بعد أن انتهى عصر الاستثمار الطائفي وأثبتت أنها تمثل أطماعها ومصالحها فقط إنها الأحزاب السياسية النافذة في العراق التي باتت اليوم أكثر عزلة عن الوسط المجتمعي منبوذة من كل عراقي وكما يقول معهد كارنيج الأمريكي لسلام الدولي إن الأحزاب الشيعية في العراق أصبحت تدرك أنها بلا داعم ولا مؤيد لذلك لجأت إلى بوابة الميليشيات لتدخل منها إلى السلطة وتضمن لها الحماية والبقاء وهذا بالضبط ما يلزمها في الانتخابات المقبلة استخدام عصر الميليشيات لفرض نفسها بالقوة على العراقيين شاء من شاء وأبى من أبى ويرى معهد كارنيج أن هذا المنطق الاستبدادي في الحكم يجعل الميليشيات والأحزاب في مصير واحد تراجع سطوة أحدهم يمثل تراجعا للآخر لذلك تكون العلاقة بين الطرفين أكثر من تبادل مصالح وإنما وحدة هدف وغاية ورغم أن التعويل على الانتخابات ليس مهما لدى العراقيين ولا يعد وسيلة للتغيير المنشود إلا أن معهد كارنيج توقع أن تشهد الانتخابات القادمة تراجعا حادا لنسبة الأحزاب الموالية لإيران وبالتالي سيرسى توازن سياسي جديد في العراق وسيحمل نكاسات إيجابية على شعة لبنان ومزاجهم أيضا ضمن النفور المجتمعي من وكلاء نظام طهران في المنطقة وبعبارة أدق سيمثل انهيار المشروع الإيراني الذي يعتمد على الاستثمار الطائفي في الحواضن الشعبية يوما عن يوم يضيق الخناق على الأحزاب الحاكمة ويجر التخبط قادتها إلى دوامة لا خروج منها طالما أن الشعب يضغط باتجاه التغيير الشامل ويغلق كافة المنافذ التي تتربص بها الأحزاب والكتل أملا منها في إعادة الأمور إلى ما قبل ثورة تشرين إلا أن الظروف تجري بعكس رياح حكام الإيراني الجديد الحكومة بالأشراف